لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من أربيل هوشيار مالو رئيس منظمة كردوسان لمراقبة حقوق الإنسان ما مدى إمكانية عودة هؤلاء النزحين إلى بلدانهم في ظل الأوضاع الراهنة؟ شكرا جزيلا طبعا مشكلة النزوح في العراق أصبحت من المشاكل المزمنة يعني منذ 2003 لدينا نازحين داخليين طبعا الرقم وصل إلى الرقم القياسي يعني بعد دخول داعش بعد 2014 أصبح لدينا حوالي 5 مليون نازح داخلي الآن الكثير منهم رجعوا لكن لا زال هناك حوالي مليونين نازحين داخليين بسبب الأوضاع الأمنية أو السياسية في داخل عراق طبعا لما نتحدث عن نزوح أستاذي العزيز يعني نتحدث عن بهدلة يعني نتحدث عن سوء خدمات يعني نتحدث عن مستقبل مجهول في العراق لا زال الخيمة يعني مخيمات النازحين في النهاية الخيمة لا تحفظ كرامة العائلة العراقية هؤلاء العوائل كانوا عايشين في بيوتهم معززين مكرمين كان أطفالهم يذهبون للمدارس كان اللي عنده عمل اللي عنده بزنص صغير دكان إلى آخره الآن بين يوم وليلة أصبح في مخيم ويعيش تحت خيمة في الطين بدون خدمات يعني لا زال حتى المخيمات في العراق وفي أقليم كردستان تفتقر إلى المعايير الدولية يعني من ناحية الصحة من ناحية التعليم من ناحية حتى الأكسس أنه الوصول إلى الخدمات من ناحية المياه من ناحية كهرباء مشاكل كبيرة كان هناك خطة لعودة النازحين بعد تحرير نينوى يعني خصوصا نينوى لأن أغلب النازحين كانوا من نينوى لكن يبدو أن الحكومة غير جدية الحكومة العراقية غير مهتمة أصلا الحكومة اللي هي كانت أصلا السبب في نزوحهم الآن هي غير مهتمة يرجعون ما يرجعون والفكرة هنا يعني لما نحن نطالب بعودة النازحين لا نطلب بعودة إجبارية يجب أن يكون عودة طوعية لكن يجب أن يكون هناك تسهيل للعودة الطوعية من قبل الحكومة يجب أن يكون هناك إعادة بناء تحتية وإعمار البيوت يعني هو كيف يرجع إذا بيته مهدم كيف يرجع إذا ما عنده عمل فقد عمله كيف يرجع إذا هو ما بقى عنده مستقبل في هذه المنطقة المنطقة الأصلية أكيد يبقى في منطقة النزوح لذلك الحلول الدائمية اللي الآن تعمل عليها إحنا واحدة من المنظمات اللي نعمل على الحلول الدائمية اللي يسموها durable solutions UNHCR أيضا تعمل عليها لكن بصراحة الحكومة العراقية غير مهتمة بهذا الموضوع وليست من أولوياتها ولا من ثامن الأولويات لدى الحكومة لديها أجندات أخرى أولويات أخرى نعم طيب في حين الحديث عن تأمين هذه البلدات كبونة تحتية هل تعتقد أن دور المجتمع الدولي لابد أن يكون أكثر جدية في مسألة توفير البنية التحتية لهذه المدن حتى يعود النازحين لماذا المجتمع الدولي يتخلى عنهم ويراقب ويندد فقط يعني أنا بالأصل المسؤولية حسب الدستور اللي هو العقد الاجتماعي بيننا وبين السلطة الرسمية في العراق اللي هي الحكومة هو الدستور حسب الدستور الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية أرواح وممتلكات وحريات المواطنين لم تستطع أن تحمينا من داعش أوكي نزحنا إلى منطق الآن حتى بعد النزوح لا تستطيع يعني لما تفشل الحكومات في توفير الخدمات الأساسية لمواطنها عند ذلك يدخل منظمات الدولية ولا بالأصل هي ليست عمل منظمات إنسانية ومنظمات دولية توفر لبنية التحتية هي عمل الحكومة اللي لديها الميزانية العامة اللي هي أموال من الشعب العراقي لكن لما تفشل الحكومات عندها تدخل المنظمات الدولية ودخول المنظمات الدولية يكون هو لحماية الحالة الإنسانية أن الناس ما يموتون فقط أما التنمية وإعادة البنى التحتية هي ليست مسؤولية المجتمع الدولي صراحة قد تساعد فيها هناك بعض الجهود الآن من قبل يو ان تي بي من قبل بعض البرامج الدولية لحظة الصورة أستاذة شكرا لك سيد هوشيار مهلو رئيس منظمة كردستان لمراقبة حفوق الإنسان كنت معنا من أربيل شكرا لك اشتركوا في القناة